بسم الله الله مصلي وسلم على سيدنا محمد حبيباتي السلام عليكم اتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب حبيباتي الغاليات هنا يوجد قصة الميزانية ولكن بما اني فاشكملت قرية الرسالة دياله اضطرت اني نحط لها فيديو باش ترجع لاني هذا الفيديو اللي حطت فيه كومنتر ديالها اليوم هداك الفيديو محطط له سنتين يعني غر طلع ليه فاش طلع دخلت للصفحة ديال التعاليق المهم حبيباتي الغاليات هاد الأخت متائمان قلوا ربي زدني علما يعني هدا اسمي ديالها اولا فاش حطت سؤال ديال فلو ضحكت جنيت ضحك يعني اChat اليهش حكبت غيت ترجع ل معيريتو عامي عمي مقام لعي profit للهري ليك Bonomo دخل أيها في الثمن الملابس ومعيدته ثمي الأحدية و زيت الشعر وايكسسوارياه الطفلة ارجوك أمام اليهري حبيبتي لهري пытى ضحكت لا يعني السيددعه ما استوعد لهري لو قرأك الشيطه يغتيب لهري المواد الغذائية أضحكت لأن الكثير من السيدات لا أعرف كيف هو الهري نحن في المغرب للمغرب لا أعرف كيف هو الهري الهري هو محل كيف يبيع الأكل كيف يبيع المواد الغذائية المواد تنظيف المواد تنظيف المواد تنظيف المواد فقط يمكن أن يงدم العثار المواد تنظيف مواد الأكل المواد الأكل المواد تنظيف المهم سيأتي هذا السؤال كي تكرر بالأمازيغية بلات الجزائر، تونسيات، مصريات، مصروف الهري المهم سيأتي بلات الجزائر، مصروف الهري ويبيعوا فيه المواد كما قلت ولكن يوجد في العروبيات في القرى تجدوا مصروف الهري ويجعلوا فيه التبن، الزراع، ويجعلوا فيه بزد الأشياء المواد يحسب الماشية بدأت مصروف الهري لأنه يضحك للإنسان يجعلوا أخبرهم يتطلقهم ويضحك للإنسان ولكني لا يضحك للإنسان يجعلوا أخبرهم أخبرهم حبيبتي الغالية تقول لي ايمان كل ربي زدني علماً نرجع شوية الراني أنا كل ما مشيت في الموضوع كانت تشوفوني جدية بعد الاخترات كانت تشوفوني جدية جدية أنا فاش كانت تكون دي المونتاج كانت تشوف راسين اقول ايش حل تبدلت من اول فيديو الاخر ما عليناش ايمان كل ربي زدني علماً لما زيدك وزيدنا يا رب العالمين كتقول الشهرية ديالها 10.000 درهم 10.000 مليون الكرة 3.000 درهم 10.000 درهم هنا هناك في شتة الفين درهم كنت كيفاش احتى شتة الاخر ديال رسالة ديالها عاد عرفت بلا رمك ماشي في المغرب عاد فهمت الهري وفهمت كتقول الفين درهم ديال المونتو والمصروف والملابس والاطفال والصدقة والزكاة مبلغ شهري قاتلي كيف يمكن ان اقتصد واوفر السيارة بالمجان نحن لسنا في المغرب الاكل والخضار والفواكه غالية شوية عندي ثلاثة اطفال لحليب استهلاك كمية كبيرة ارتحت من الحفاظات بصراحة اكاد لا اوفر شي حتى اذا جمعت شوية كنخسروه في العطلاء الله المسيئ حبيبتي اولا كما قلت لك في الفيديو قديم اسميته هنا عندك بعد اكين هيا 5000 درهم كنتمشي غير في ما بين الكرة والموض وكتبقى لك 5000 درهم 500 قرولة دولار ما عرفت المهم انا مشوحنا عليك كما قلت لي 10000 درهم بكتبقى لك 5000 درهم 5000 درهم اللي غادي تبقى لك هنا اه قلت لي ثلاثة اطفال والحليب استهلاك كبير وانتي كينة في دولة الخضار والفواكه غالية اياك اه هنايا علاش لاني ما نقدرش نقسم لك غنقدر نقول لك ديني واحد المبلغ ولكن انتي هنا هي شوفوا البنات بحل البنات الجزائر والبنات الفوروبارة هناك يصعب عليها باش نقسم نقول لي اني انا الحاجة ما كان شريها ما عرفاش الاتمينة دي بحل انا دبه في قليمين كان شري الحاجة وقد تبدل مثل الخضراء اليوم تلقيها في شكل غضة القييف تمام بغضة القييف تمام بغضة القييف تمام كل مرة وعلى حسب والمواد الاخرى يعني كتتغير ولكن يمشي بسرعة الخضراء الخضراء هي كتتغير بزاف والتجاج والبيض اه البنات اوروبا انا ما عارفاش ده باش حال كيدير البيض ما عارفاش حال كيدير الخضراء ما عارفاش فهمتوني ولكن انت يا كت مشي على واحد القاعدة كتشوفي الافراد ديال الاسرة ديالك شحال وغادي تشوفي ما اللي تديري الكارني ديال الاسهلاك وكان اول قناعات على اليوتيوب اول شي حد على اليوتيوب حطوه حتى في الغرب يعني اول شي واحد حطلكم على الانترنت وفي الماء وحطيتو قبل هاداك في المنتدى اه شي 12 عام هادي اه هو ديرو الدفتر ديال الاستهلاكي هاداك الدفتر كتسجلي فيه ام تجبت الحاجة قبل ما تدري اقتصاد ما تدري التشاهجة كتشدي واحد الديفتر وكتسجلي فيه ويلا رجعتو لهاد دفتر هادا بلتو في عدة فيديو هادا يمكن شي خمسين ولا ستين فيديو بلتو فعل لانا عندي راكتر من ثلثميات فيديو غير على الاقتصاد على القناة فيها فايت الف فيديو وثلثميات منها كتدر على الاقتصاد واكتر هادا الديفتر عادة كتشدي والبنات تبارك الله اللي رعاك يعرفوا يخدموا بدك اسميتو ما عرفت اسمي تنسي مشي مشاتلي دابا ما هو مشاتلي شوفوا شو اسمي كتمشي 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 بحيلة مغنقولها وهاية كتمشي في البيسي تخدمي عليكة slice هنا كتتراتب ايهو نتيجة طرح c بت defined she هكل اللي كritesلا بده customer اه هناليا كتشدي هاداالج دفتر وكاتسجلي مشيتي CON مشيتي سيدتي إيمام قول ربي زيدني عالمان empty اي سيدة من الجزائر والبنات الفوروبا والبنات في المغرب كتشدوا دفتر و احد الكارني و احد المذكرة و احد المذكرة و كتسجلي من اللي مشيتي تقديتي جبتي المقضية حطيتها في الكوزينة و فتحتي الزيت كتسجلي دابا مثلا الزيت بحال ما دحتنا اليوم 21 في شهر 11 2020 سوف افتح الزيت كتسجلي الكمية فتحتها انا كنشد كنكتب بالهولندية يعني فتحته نوفمبر مثلا و هكذا انت او انت غديري مثلا جيوفير الويل اه اه او تكتبين غنقولها بالعربية او تكتبين انا بديت او زي ما بالعربية الفوس هاسمع غرب شو معينتوم اه واحد لتر و نصف زيت المائدة يوم واحد و عشرين نوفمبر او عرب 2020 سوف تبقى انتيت ها السلكي هذا الزيت السلكي تنهار الي يكمل غاديد شي غاديد ديري انتهى انا ما كندير انتهى الصراحة انا كنبديد الاخر لانك ضروري غاديد تفتحي الاخر سوف يكمل واحد كتبدي الاخر كتبدي الاخر مالي نشوف انا بديت هذا يوم واحد و عشرين والاخر بديته يوم ستة في شهر واحد مثلا كنقول واحد ديته و نصف او جيت له ديتني من واحد و عشرين في شهر 11 حتى اليوم ستة في شهر واحد يعني ديتني شهر و نقولوا واحد و عشرين عشر يام ستة عشر يوم شهر و ستة عشر يوم ديتني هنا كنشوف هادك شهر و ستة عشر يوم اشنو درت فيها رانكم و كتبارك الله عليكم كلكم ذكيات فهمتوني مشو معي الله يعطيكم ستة شوية بشوية هاد شي كيبغي الشرح بالتطبيق و انا حطيت لكم التطبيق في القناة ولكن مع البنات كيدخلو جداد كيدخلو جداد ما كيمشوش خاصني عاود تاني نعاود شي فيديو ديال التطبيق بحالك كيبغي الشرح بالتطبيق بحالك المهم انا ده بغا مشي تخيلوا ده با كتبتو الزيت و بقينا صافي و قلنا يلا كتبناها كاملين في المذكرة كل شي صاحب اللي مشاركت معنا في القناة ماذا سمري و ابدا يوم واحد وعشرين نوفمبر ربما ي Arsen المهم يا تلك طبية كل شيء سوف نراجع أنفسنا لأن لدينا واحدة مذكرة نسجل فيها يومياتنا شنو اليوم شريت شنو درس ضروري مليكا تكون يتسجلي يومياتك شنو شريتين ستسجلي اليوم مشيت لبونك اليوم جات عندي حماتي اليوم عرضت على خطراجلي اليوم خرجنا تغضينا برا تتعلموا هذا الشيء تعلموها البنات تضيعوا بزرد الوقت لا تدروا شيء مهم لا تدروا شيء مفيد لكم من اللي كتتسجلي هذه المذكرة لكترسعينها تقولي شهر و عشر تيام شو كلي شنو درت انا فيها طيبت فيها الكيكات لان كي لا طيبت شيء اذا كتبت في المذكرة دي كتبت ربعة الكيكات مثلا مثلا كتبت كيكة لشهر و الى خمسة عشر تيام تلقي رزق حسبي الكيكات جيام شهر و الجيام مزيدة 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 المزيدة تصبح كبيرة نسرحت مزيدة ننصد إترو تجعل إترو في القراءة تجعل إترو في القراءة و تجعل إترو تلتاء ديال القراءة و يكتب عليها للقلي و يكتب عليها للحلويات الكيكات المسمن ملاوي و نأتب عليها للطبخ هذا اللبنات كنت يطيبون بزيت المائدة زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون يسعى عن الوصف و يتكلمون و يتحدث عن عدد صعبه و يتفتحهم بمجاهد الفينة و يتحدث عن الوصف و يتفتحون عن الوصف و يتحدث عن محاسب سوف تسجل المحاسبات سوف تسجل المحاسبات سوف تسجل المحاسبات لوف تجد المعارف موجود تسجل المحاسبات سوف تسجل المحاسبات وتسجل البداية أنظف جلد سوف نحن نعود المونى لشهر سوف نحن نعود المونى لشهر زيت المائدة شامبوان جافل جلدوش صابون 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 حواج سوف تقديعها تلقائيا سوف أعطيك الأثمينة توصيل وصل فاتورة سوف تجمع الخضار سوف تجمع مواد من المواد 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 الزيت صابون شامبوان جلدوش خارجها ربما خضار واللحوم والفواكه المواد والحليب البيض اتجمع توجد مواد في المواد المواد حلوية مواد موالي لحفلات مقابل معه بحيث يتخرج على شهر الجيش مقابل معه محل تمال يبيع البيض من الخطرات يبيعه رخيص يبيع المحلات يبيع البيض و يبيع المحلات يبيع بتمال يبيع المالي لبيض ليس تمال التقصيد المهم عرفتي شحال كي تستهلك من المواد في الشهر و عرفتي الثمن ديالها هنا غدي تحددي واحد المبلغ وهنا غدي تدري مراجعة مع نفسك هل هذه الاشياء التي استهلكها في بيتي هل هي ضرورية لكن ضرورية نحطها لاني هنا غدي يشوف الاولويات انتي بغيت توفري ربما انتي تشتريين اشياء غير ضرورية في مشترياتك و عدلي لستة صاوبي لستة اعملي لستة فيها الضروريات و حطي لستة بذلك الاشياء الثانوية هذيك ينجون ندروا واحد لائحة ديال الطعام هنا عكس الهري الهري كتجيبوا المواد و نتسنوها نعرفوش حل كنستهلكوا فيها ولكن كنوا اقتصدوا عليها ندفقوا فيها الخضار لا كان صاوبوا لائحة الطعام و كان نقولوا شها ندروا ديال الخضار في هالطعام و اشنا هما الاشياء ندروا و ننوعهم الاشياء و نشكلوا باش الانسان ياخذ وجبة صحية يعني فيها جميع المواد اللي محتاجها الجسم هناك تمشي تقداي او تشترين الخضار و الفواكه اللي تناسب جدول الطعام اللي عملته المهم من اللي تجيب الخضار و الفواكه حسب الجدول اللي انت عملته قبل مسبقا هنا حاولي تمشي على هذك الجدول و حاولي ما تضيع الخوض لقيت نفسك جبتي خوضة كما قدلكم في واحد الفيديو غير هاد الايام حتى من اللي تبغي تشير الخضراء حس بي انتي شحال كيك فيك انتي عارف اولادك كاللي من اللي تحطي الفريد كيوكل فيه جوز صحون البطاطس المحمرة و المقلية و كاللي تحطي الفريد كيوكل منه شوية كاللي كتحطي له البانان كيوكل ربعاء في النهار الاطفل كاللي ما يوكل قاع البانان الموز و كاللي يوكل مندارين بزاف و هكذا انتي عارفة الفواكه الموسمية نجيب منها بزاف الدراري ماشي مشكل الماندارين و الرمان دابا بزاف الفواكه مزيان الوليدات الخوضة هي مفيدة و لكن نجيب الأشياء اللي يحبوها أولادي و الأشياء اللي انا كنا نضبط طبخ ديالها و كنتقنوا و الأشياء اللي انا محتاجة كلينا اعرف عن طاجين طاجين ما يحبوه تقليل مهات تقليل مهات التقليل المهم نقعد طاجين الخضراء بللوحوم كذلك كذلك المكور كانت لقيفة أجهزة الخضرات تقدري فيه الجلبانة تقدري فيه اللوبيا الخضراء يقدير فيه الفول الخضر تقدير فيه الطبيب ماطيشة البصلة الانواء الخضرات يمكنها انت عائلة كبيرة و توليك الخضرات و اعطى الاخذة و اعطى الاخذة و اعطى الاخذة وعلى أسبوع كامل لنصف المكتر ونضع الجلبانة ونضع القرعة ونضع القرعة ونضع القرعة ونضع القرعة نوّع فلع فلع هذا لنقوم بإقاذ الخضراء يجب أن تقضي الخضراء لذلك تقضي القياس ويجب أن يضع الضوء او اخر 10 ايام او اخر 15 يوم او قناة الفاصلاء المهم من اللي تجيل الاخر يوم ديال التسوق و تلقي عندك صنف من الخضار انتي ما استهلكته و قرب على يدبل او يخسر هناك كتعافي هاد الخضار هادي ما استهلكتوهاش ما تجيبيهاش هاد المرة او جيبي منها كمية اقل معاني كينا واحد لاستويس اقلل الخضار التسول ملحك اقلل الخضار كنا ؟ اقلل الخضار تدري على حجمة و اقلل الخضر اقلل خضار و leader وهو كل المحادق اقلل خضار اتزاز تقلل لها نتصرف ولا تقلل الاخر هذا بالنسبة للخضار الفواكه اللحوم نفس الشيء سوف تقولين ما يديني للحم ما يديني للجاج ما يديني الكفتة مثلا و سوف ندير نهار 2 و نهار 4 ندير الجاج و نهار 5 ندير طاجين بالخضار سوف تحسبي ما يديني ندير 250 جرام 400 جرام 500 جرام و 500 جرام و 500 جرام و 500 جرام و 1 شهر في 4 أسابيع يوجد كيلو في شهر مثلا ندير نصف دجاجة في الأسبوع او دجاجة و أسرة كبيرة نجيب 4 دجاجات في الشهر و هكذا حبيبتي البايد و هكذا و هكذا هنا غديني صحابات الجزائر و هكذا تعرفون و تدبطوا الميزانية القاعدة هي القاعدة كل المغربيات والجزائر التونسيات وكل البلد القاعدة لا تتكسلي تتكسلي انا شت بعض الناس وكنت واحد صيدة جاءتني عندي بغا تتعلم قلت له اوه نسجل انا قلت له ايش ما تسجلوا تدري قلت واحد نهار علمتها هكا شي حاجة ودرتها مزيانة فاشي قلت لها تبارك الله عليك انتي عرفتها قلت له ها بيت تحبلك امقا ديرها دايما لما انت يبقى ايش مانعا لها تدريها مرة واحدة كنت تلقي شئ من الناس اصلا والله والله كنت تكلم مع صاحبتي هدي ثلث ايام كانت اتضرو على واحد الموضوع هي ايام في الفرنسا ووقعه وغض الاميات تضيع فى المحلات التجارية الكبرى ويقدمها اكبرها او كانت تحبكة صلاحية او كانت تردوا سلاعات جديدة ومغرمها ويقوم بتعييش المحلات بثمان رمزي جاءت سيدات ويقول لهم هزي 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 سيري طاوبة لأولادك فيه تقول لها لا تريد شيئ جاهز تقول لها انتي خدامة انتي ما مساريا هل تدري وقالت لها نعلمها نقول لها هل تدري هل تدري هل تدري تقول لها نا انا بريد نساظن شيئ حاجز لا لعلى صداعياتنا شيئ حاجز قالت لها كثير من اللي تريد تسمينه تحسب عند لك سلقان الخاصة يجب أن نبكي معهم من الخطرات. لأن الإنسان يمرمط رأسه ويعذب رأسه وكل شيء لأشياء لا يريد أن تجد أيتها. مهم حبيبتي امام قل ربي زيدني علما انت حاولت نجاوبك من هذه الجواب التي تستفيد منه بنات اوروبا بنات امريكا بنات خارج المغرب من اي مكان سواء بلد عربي أو بلد غير عربي انتمنى تستفادوا منه وان شاء الله انا عندي حال من سلسلة ده بحطها قدامي ولكن ان شاء الله بعد هذه السلسلة لحطها قدامي ما نقولكم شنا هي حتى نحط لكم ان شاء الله غادنا ندير السلسلة دي الهناية معانهم حطيتها في القناة وحطيتها وهزوها قنوات أخرى وانا يعني ماشي ضدي هزاشي واحد يحطوها بالعكس غزة مرة كينا ولكن غادنا نحاول نحطها بطريقة أخرى باش البنات تستافتو من التطبيقات بطريقة أخرى ديال كل المواد ان شاء الله واني بيكم راي نحبكم يا غالياتي كاملة وباغيا نعطيكم يعني صافي نخليكم هكا عارفون كل شي ولكن الغالب الله واني بيكم